عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المتابعة المستمرة للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكاملة في ضوء ما تمثره محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال شهد الاجتماع استعراضاً لمختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأساس وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية